الخبر اول اللي عادنا عن التهج ومن اتعرضت لبيسان اسماعيل يا حباي بان ملزت على حسبها بالتيك توك هذا المقطع اللي هو كان مقطع عادي ولكن فجأة تغير ملابسها الملابس خصيرة مثل ما شايفين وصارت تتمرقصه بحركات على هذه الاغنية هذي كل الكومنتات يا حباي بخلي الناس يتجمون عليها مثل ما شايفين بالكومنتات ظهرة قدامكم وبيسان تستهزئ بهم تقول له من عندي ملابس اقصر من هيج مثل ما شايفين بالكومنتات فكتبنا يا حباي بالكومنتات مثل ما شفتوا المقطع هل استحقت تهجو من التعرضات له او لا ننتقل حاليا الى احمد ابروب يا حباي بو مرضى فنزعي حسبه بالانستغرام شوية استوريات وبهذه الاستوريات لأسف يا حباي من واضح انه حسب ما قاعد يقول انه هو مريض راحتكم الاستوريات شوفوها اليوم فجأة امرضت ما بعرف شو صارلي والله يا اخوان غريب اوه قد ما بمرض صارت كي باب والله شفي يا راب ما بيلا خير وعافية ودعو لي يا حباي بالكومنتات ننتقل حاليا المصطفى رايدر يا حباي بو ديستراك ينزل بعنوان ولكم للراب كان ديستراك يا حبايب على عبودة جابري والسام قطب وحتى شاحة صورهم بشكل مواضح ديستراك كان كل شنار يا حبايب وواضح انه عليهم فهذا اللي خلي عبودة جابري يا حبايب انه هو يعصب وينزعي حسبه بالانستغرام شوية استوريات ويرد بها الموضوع ويقول بها انه واحد اهبل نزل عليه ديستراك واللي هو قصده رايدر وباسم ايش خاصة يا حبايب ان ما يعرفون شو سبب الخلاف اللي بين مصطفى رايدر وعبودة جابري فبالسبق يا حبايب ان نزلت لكم هذا المقطع وشرحت لكم المشكلة عبودة جابري طلع وانتقاد رايدر انتقاد كلش قوي وريد الحال ينرد عليك وراحتكم الستوريات شوفوها انا مش فاهم موضوع الراب هذا متى رح نخلص منه على فكرة قسم بالله واحد اهبل منزل ديستراك ايش بدك التميق اش دخلك اصلا فكرة يا حباب بالكومنترات اللي سنعون ديستراك روح اسمعوه اللي انتو يا رايدر امو يا عبودة جابري ومسام قطب الروح حاليا نور ماريا حبايب وقمر طاي والكلام اللي وجههها لبعض بما انهم يحبون بعض ولكن حاليا تركه مثل ما تعرفون بمسمى القمر طاي يا حبايب نزلت هذا البوس كان لابسه اسود وحطه قلب اسود وكاتبه بي انه هي حزينة ولكن مع ذلك لتحاول انه هي تضحك نفس الشي نور ماريا حباب اللي نزل هذا البوس لابس اسود وكحاف قلب اسود وكاتب انه قوة بتكون بالجسمانية وانما تكون القوة بقوة الارادة اللي هو قصد انه ارادت انه هو ترك قمر طاي ولا ام منكسر فكرة انا حباب بالكومنترات شو ريكم بهذا الكلام اللي قالو على صورة قمر طاي يا حبايب فلنزل شوية ستوريات لتعلم من خلالها انه يا حاليا تريد ترجع اليوتيوب بشكل كلش قوي من ناري ومحتوى ناري صلاح كوش متحمسية رحطوكم الستوريات شوفوها اوكي فاكمل الآن انا مو مقاطعة بدون سبب بس كلش بوقتها حلو ما ايدا نزلكم شي عادي ما ايدا نزلكم محتوى عادي اريد كلش انه اسلا بوقته كلش اساوي بوقته حتى يطلع بأحسن شي اهه ابوالحي خص الستوري ما خلص الوهم فعاد رس بوع اكو فيديو تمام بعدني ما صورت صحه بس من الاسعة اقول لكم الفيديو نار اه و بعد ما اقطع يعني هاي من هاي الجمعة ابتداء من هاي الجمعة بعد ما اقطع كل اسبوع اكو فيديو فيديو احلى من الثاني هتشوفون فيديوهات هتشوفون تطور هتشوفون مونتاج تصوير افكار احلى من قبل بمليون مرة تمام فاريد ايشكم استهدوني وعرف انه الامتحات خلصت وهي تشيف هيتم استهدوني ايدكم انتعموني ايدكم انتعموني ايد مفجر اليوتيوب وبس هذا الشي احبه احتيو اياكم فاكمان جاهدين يوم الجمعة وبعد ما اقطع اليوتيوب بس اريد توقفوني اياي وتساعدوني واحبكم كلش هواية وكلش متحمس اروح الي البيسانتكت يا حبايب واختفاءها الغريب فبيسانتكت يا حبايب صارها مختفي عن السوشيال ميديا تقريبا حوالي شهر او اسبوعين فالمتابعين كلهم قاعدت تسئلوني واني مختفي الصراحة ما ادريك تبنوا بلكومنتات شونتو قاعد صايروا اياها وبيضو الاحباب من وصلاة المقطع فجروا وطاب لعيكات وبيس اشتركوا فيها ازاي مقابلت من القصص احبكم مع السلامة